موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي حيث يدلي بتفاصيل شهادته حول المؤمرة على فورة المصرية دكتور مرحبا بك يا مرحبا كان من المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب في شهر مارس 2013 القانون كان جاهز من شهر يناير ذهب القانون إلى المحكمة الإدارية حولته للمحكمة الدستورية ردته المجلس الشورى وقعد القانون رايح جائلة أن يطيح بالرئيس محمد مرسي هنا النقطة الأساسية إن الرئيس كان يعول على أن الانتخابات التشريعية حينما أو انتخابات مجلس النواب حينما تجري في شهر مارس ستغير المشهد السياسي متناسيا أن القضاء الذي هو ذراع أساسية في الدولة العميقة وفي يد الإنقلابيين من وقتها وحتى الآن سيتلاعب بهذا الأمر إيه طبيعة الضور للقضاء؟ لعبه في تدمير الثورة المصرية عبر الأحكام التي صدرت ومنها ما يتعلق بموضوع انتخابات مجلس النواب الحقيقة من بداية الثورة حتى الانقلاب ثلاث سنين وضح تماما فيها أو سنتين ونص وضح تماما فيها إن القضاء هو أحد الأدوات اللي الدولة العميقة بتحاول أن تستعيد النظام السابق مرة تانية بها حتى من قبل دكتور محمد مرسي يعني الحكم بتاع مبارك الشهير اللي صدر في 26 قبل ما يجي محمد مرسي أحكام البراءة بدأت قبل محمد مرسي واستمرت في وقتها حاولي يعالج الموضوع ده بالإعلان الدستوري حصلت مشاكل كبيرة خصوصا أن قوة الثورة كانت يعني مش هممها تحقيق أهداف الثورة أد ما هو همها أنها تسقط محمد مرسي وتسقط الإخوان القضية فيما يتعلق بالانتخابات خلينا أقول بصراحة استراتيجية أي حد عايز يدعم الثورة ويثبتها بقى قبل النظر عن كل الأخطاء وقدرات الناس اللي هنا واللي هناك هدفه أنه هو ينشئ نظام كامل جديد عشان يمنع النظام القديم من العودة فلما يكون عندك رئاسة مؤسسة رئاسة ومؤسسة برلمان منتخب وتنشأ عنها مؤسسة حكومية منتخبة ثم انتخابات برلمانية وانتخابات محلية دوت بيملأ فراغ السلطة فيمنع القديم من العودة مرة أخرى بشكل تلقائب يظل عدم قدرة على إصدار قوانين للعزل السياسي والقضاء برضو هو اللي أوقفها محمد مرسي كان واعيا لهذه النقطة يعني كان من وجهة نظره إحنا عايزين نستكمل المؤسسات يعني من العجيب محدش بيتساءل هو إزاي دكتور محمد مرسي عايز يعمل انتخابات في شهر أربعة بينما التأييد الشعبي وإحتمالات التصويت مش في صالحه ولا صالح حزبه في هذه المرحلة ومع ذلك كان عند مصر ثم لما القضاء أعاقى هذه المرحلة حاول يوجد انتخابات في شهر تسعة لكن لم يسعفوا الانقلاب فبالتالي ده بيخلينا أقول إنه الراجل دايما في الحقيقة بيفكر في المصلحة العليا بغض النظر عن أخطائه يرتكبها هنا وإنك دي نقطة والنقطة الثانية القانون دوت عرض على كل القوى السياسية حتى قبل الدستور بدأت جلسات في وزارتي أنا دعيت فيها كل القوى السياسية حضرت تقريبا لم تغيب أي قوة حضر دكتور زياد بهاء الدين حضر عن حزب الدستور حضر دكتور فريد زهران حضرت كل القوى دكتور أيمن نور جلسة واثنين وثلاثة عشان نختار النظام الانتخابي ونبدأ نفكر عشان كل ده تجهيز لما بعد الدستور المقترحات دي كلها نقلت للجنة الحوار الوطني اللي كانت في رئاسة الجمهورية والتي تشكلت يلا نعمل بقى قانون الانتخابات ورفقا للدستور والقانون أرسل لكل القوى السياسية ونقاشات هنا وهناك عشان نسمع منه فيه ناس ردت وفيه ناس ما ردتش وخلاص بقى ما هي اتفقت أنه هيحصل انقلاب النهاردة ولا بكرة مش هممها مش عايزة تتعاون في هذه المرحلة أبدا القانون وصل لمجلس الشورى بعد ما القوى السياسية توفقت عليه وفي حاجات أساسية انت خايف ايه؟ انت ثورة بتجري انتخابات نزيها تماما ما فيش أكثر من نزيها انها أكدت لأول مرة انه الفرزة هيبقى في اللجان الفرعية الفرزة كان في اللجان الفرعية قبل كده انتخابات الرئاسة مش في انتخابات البرلمان ده كمان اضافنا هذه الميزة من انتخابات الرئاسة حطناها في انتخابات البرلمان إنه بقوة القانون بقى القاضي في اللجنة ملزم إنه يسمح إحنا قلنا ده قبل كده عشان ما نكررهاش إحنا قلنا الحاجات ده قبل كده عشان ما نكررهاش تاني أنا مش فاكر ده أنا قلتها في الحقيقة قلناها كحاجات أساسية في قانون الانتخابات ودي ساعدت في إنه ما عارفوش يزوار الانتخابات مرسي ده في انتخابات الرئاسة أيها هي نفسها موجودة في الانتخابات لا ده وضيف كمان نصيب للمرأة ده يعني المتوقع أن يقولك أن دول الإسلامين مش عايزين نصيب للمرأة أنا هنا في عرقلة القانون ورضوخ الرئيس والإدارة الدولة إلى هذا الأمر وعدم إجراء الانتخابات في النقطة دي أنا عايز أقول دي استراتيجية وجهة نظر الرئيس ووجهة نظر أي واحد منصف الطرف الآخر وجهة نظره إيه بقى؟ إيه استراتيجيته المقابلة؟ إنه يمنع استكمال أجهزة الدولة طب هو اللي بيدير ولا أنا؟ طبعا لا أنت الإدارة في الحقيقة منقسم ما بين طرفين طرف شرعي وطرف النظام القديم اللي أنت مواجهتوش مازال كامنا في أعظمتنا أنا بالإدارة حينما أتقاعص عن القيام بها نحن مش عايزين نكرر في كل مرحلة أنه ده كان يستدعي مواجهة مواجهة تم جرى تجنبها دائما وده الخطأ الرئيسي السيسي واصل إشاراته الواضحة لتدخله في السياسة وتهديده بالانقلاب وإحنا تكلمنا عن أكتر من إشارة قبل كده أي في 29 يناير 2013 خلاص المحاولات بتاعة ديسمبر فشلت وعمل حاجات برضو في بداية 29 يناير 2013 في لقاء مع طلبة الكلية الحربية قال إن التحديات والإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل وتهديدا حقيقيا لأمن مصر وتماسك الدولة وقال إن استمرار هذا المشهد من دون معالجة من الأطراف برضو الأطراف يعني هو حاطط عفوا يعني أي بلطاج في الشارع زيه زي مرسي وهو الدولة دون معالجة من كل يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن المرحلة دي في الحياة عايزة آنني شوي أولا قانون انتخابات حاولوا يعيقوه لكن ما أوقف الانتخابات مش إعاقد قانون انتخابات وإنما حكم من وده تحول مهم جدا لازم ننتبه لي حكم من القضاء الإداري ألغى قرار الدكتور مرسي لأن القنص كان صدر أيوة أيوة ما نجايلك فيه ألغى الدعوة وده عايزة وقفة رهيبة جدا لأنه ماهداء ده كان السؤال بتاعي اللي أنا سألته لك عن الدور اللي القضاء كان بيلعبه في هذا الموضوع رئيس الجمهورية ودعوة رئيس الجمهورية الانتخابات ورئيس الجمهورية رادق ليه بقى؟ لأنه دعوة الانتخابات هو من أعمال السيادة السموة من أعمال الحكم لا يجوز وقفها ما طلعش اللي يقال ده من أعمال السيادة وهذا القرار تحت قدم بالزبط اللي حصل أنه القضاء تدخل القضاء في هذه النقطة أوضح أنه فيه تناغم تمام ما بين القضاء ومن يريد أن يعطي الانتخابات واللي كان عايز يعطي الانتخابات هي القوة السياسية الأخرى اللي كانت مدعومة من الدولة العميقة يا دكتور في رئيس جمهورية في رئيس جمهورية أنت قلت كذا في رئيس جمهورية يطلع يقول هذا الحكم ليه يمثل شيء وبدأ من أعمال السيادة الحقيقة كان يمكن علاج هذا الموضوع بشكل آخر بقانون يمنع القضاء من نظر هذه المسائل حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وده كان المفروض يصدر مبكر وانت نوهت الدكتير وما تمش طيب على العموم في نفس الآن في نفس المرحلة تكثفت اللقاءات ما بين القوى الأخرى اللي هي ظهرت لنا مساندة الانقلاب فيما بعد مع المؤسسة العسكرية أصل القوى دي كلها عفوا يعني قوى هشة ولا قيمة لها أنا في اللي قيمة له السيسي هي الدولة العميقة خاتتها غطاء للانقلاب بعد كده عايز أقول لك حاجة هي إيه الفرق بين خطاب السيسي بتاعة 3 مارس بتاعة 3 ديسمبر واخطاب السيسي 29 يناير هو نفس سياق اسمعني إن الجيش سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة هو العمود القوي الذي تتركز عليه أركان الدولة هو جيش لكل المصرين بكل طواقفهم وانتماءاتهم إن محاولة التأثير على استقرار مؤسسات الدولة أمر خطير يضر بالأمن القوى ومستقبل الدولة ده كلام السيسي 29 يناير ده يفرق إيه عن اللي السيسي قاله في 23 يونيو يفرق إيه عن اللي تقال في 3 ديسمبر ده تسياق ما فيش حد يقوله أنا بس عايز أكد على حاجة إنه في شهر 3 وشهر 4 المؤسسة العسكرية عملت لقاءات مع كل القوى السياسية بما فيها شهر كان مارس وإبريل 3 وإبريل إحنا يعني أدركنا ذلك أنتوا كحزب واسط بتاعت كل القوى السياسية الحقيقة لما دعونا أنا والمهنس أبو العلاء إحنا لم نرد أن نذهب كده عشان برضو القوى المؤيدة للشرعية تشعر إنه إحنا دايما متواصلين فأرسلنا لهم رسالة واضحة جدا إنه المؤسسة العسكرية دعتنا للقاء وهذه الإشارة أرسلنا بها إلى رئاسة الجمهورية وطلبنا إنه إحنا هنعود معهم نسمع ثم نفكر ما هي الرسالة إنه إحنا كنا قلقانين في الفترة دي جدا من احتمالات الانقلاب وارتفع صوتنا حتى في الميديا وقتها في هذا الاتجاه كل دا انقلاباته هو حصل اللقاء وحدش كان بقرأ ولا حد بسمع ولا حد بشوف صحيح حصل اللقاء والرئيس كان مسافر باكستان أنا بنكلم يوم 18 مارس تقريبا 18-19 مارس كان يوم اثنين ومن التقينا في المؤسسة العسكرية رحنا له كان صايم ومجهز الفطار ده السيسي ولا مين لا سيسي تنبصوم دائما ليس السيسي لكن شخص آخر وشخصيا في الحقيقة التقي نبيهم واسمعنا منهم كلام نبيل جدا إنه رئيس الجمهورية المنتخب هو رمز الشرعية وهو رئيس الأعلى القوات المسلحة وحنا عمرنا ما ننقلب عليه وكيد 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 ثلاث ساعات ونصف في ذات هذا الإطار ومجرد طرح إنه هم يقولوا مش هننقلب مجرد طرح هذا الكلام تبا تخلينا كمل الحكاية بعد اللقاء خرجنا البهانتسة بالعيلة بصي اللي بيقول لي إيه رأيك فقلت له والله الناس دي هتعملوا القلاب قال لي طبعا الكلام اللي هم بيقوله لنا ده مش محتاج دعوة وسرية وانتو بس اللي احنا دعيناك وما بيقولوش إنه احنا بنلتقد قوة سياسية أخر وإحنا مش عارف إيه طب ليه بيقولونا الكلام ده ما بيقولوش إحنا توقعنا إنه يمدوا كسور ولا حاجة ويشرحوا لنا نويين يعملوا إيه تبين بعد كده إنه الخبر اللي أرسلنا لمؤسسة استرعيسة تصرب إليهم قبل اللقاء وهم علموا إنه احنا بلغنا رئاسة باللقاء فالرئاسة أليس لهم ومن ثم سمعونا الكلام الحلو اللي احنا عايزين نسمعه تأكيدا لكلامك هنا معهد استرانفور الاستخباراتي الأمريكي نشر على موقعه تقرير أن السيس التقى سرا مع البرادع وعمر موسى والمصر اليوم نشرت في 4 فبراير النافي على لسان مصدر عسكري وقال إنه ما يذكر مجرد خيالات طبعا اللقاءات دي كانت بتتم ما هو زي ما التقانا التقرنا التقرنا بشكل أكثر حميمية هو إذا كان الأم مننا باعتبرنا دا عمي للشرع يلتخب براحته أكثر مع القوى الأخرى انتشرت عمليات الدعوة للعسيان المدني في 27 فبراير 2013 العشرات في بورس عيد رحوا للشهر العقاري يعملوا توكلات للسيسي الإعلام كان بيقوم بالدور بتاعه داما أدوات الانقلاب مرسي عقد في 3 و 4 فبراير اجتماعات مع قيادات الجيش والشرطة وفي 10 فبراير الشرق الأوسط نشرت حوار معاك انت صحيفة الشرق الأوسط قلت فيه دا في براير إن الرئيس مرسي يتعامل الآن مع مؤسسات غير مولية للثورة وغير متوائمة معه وبالتالي لا يستطيع أن يعيد هيكلة هذه المؤسسات بما فيها جهاز الشرطة دون وجود توافق وطني من هذه القوة أنت هنا بتقول إن فيه انقلاب وإن رئيس الجمهورية ما فيش في إيده سلطة وإن فيه ناس تانية اللي بتدير الدولة في شهر فبراير قبل الانقلاب بأربع شهور صحيح أنا عايز أقولك إنه بعد اللقاء بتاعه بعد رجوع الرئيس من باكستان إحنا وصلنا لوجهة نظرنا بصراحة إنه هذا اللقاء يعني إنه فيه انقلاب قادم وإن توقي يجب إنه يتم عن طريق إحداث تغيرات واسعة في القيادة العسكرية أولا ثم عمل مشروع وطني للإصلاح يجمع الناس كلهم الناس نفسها في إيه يعني إحنا طرحنا جزء منه في قانون السلطة القضائية نفسها في إيه نفسها أبنائها تخترق الحصار اللي معمول عن النازة ما بيعرفوش يوصلوا للوظائف مهمة ما فيش تداول حقيقي لا للسلطة ولا للثروة ولا للميزات الاجتماعية ولا الوظائف الاجتماعية ولا غير لازم يبقى لي فلان أو ابن فلان أو ابن علال فتكسير هذه القيود وهذه الحواجز هتعيد توزيع بشكل تلقائي في الحقيقة هتعمل توزيع الميزات داخل المجتمع ونعمل التفاف حوالينا السلطة الجديدة والدفاع وعشان كده اقترحنا فكرة تعيين الخريج العشر سنين الأوائل العشر سنوات الأخيرة في كل كليات الحقوق بقرار جمهوري بشكل مباشر في النيابات والقضاء وتعيين كل الخمسين الأوائل في كل محافظة في الجهاز الإداري بهذه المحافظة قلت ده برضه قبل كده عشان ما كررهوش تمام الحقيقة انه ده كان في إطار مواجهة الانقلاب ان انت تحاول تعمل خلخلة داخل أجهزة الدولة العميقة هم يتخال ولاد الناس فيها كل يوم بيأكدوا ان فيه الانقلاب هقول لك حاجة تانية أنا جبتلك ديسمبر يناير فبراير 19 فبراير 2013 المصر اليوم منشور في المصر اليوم للي عايزي يرجعوه يوم 18 فبراير حصلت حاجة غريبة جدا الساعة 11 مصدر عسكري حذر النظام الحاكم من الانتحار السياسي حالة الاقدام على اقالة وزير الدفاع مؤكدا وجود حالة من الغضب بين صفوف الضباط الامر الذي دفع قصر الاتحادية زي ما المصر يوم نشرت يوم 19 فبراير الى اجراء اتصالات مع وزارة الدفاع في الواحدة ظهرا للاستفسار عن حالة الغضب ونفى اي علاقة من الرئاسة لاقالة السيسي مما ترتب عليه صدور بيام من المتحدث العسكري الساعة 4 عصرا نفى فيه التصريحات بتاعة المصادر العسكرية بتاعة الصبح يعني انا عندي يوم 18 فبراير الساعة 11 صربوا حاجة الجيش بيجي الصنابض بيشوف المؤسسة الرئاسية دي خوافة وجبانة وبترجع ولا لا 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 اهزة ما هو متوقع رحت الاتحادية متصل عليهم يا جماعة ما فيش حاجة رح هما مطلعين بيان الساعة 4 وقالوا كله تمام وما فيش اقالة للسيسي ده اسبات وجود ده اسبات وجود على عموم تواجه الانقلاب انا بلاحظه بدءا من شهر 11 من اخر الشهر 11 و12 لا ده هنا كمان بعدها حاجة لما الرسالة دي استربت رحمورس جايب السيسي في 22 فبراير واعلن تجديد ثقة الكاملة في القوات المسلحة ضباطا وجنودا ودورها الوطني رجالة زي الورد لكن خلينا اقولك من ملاحظتي انا انه بدءا من شهر ثلاثة خصوصا بعد زيارة باكستان انا لاحظت كملاحظ ومراقب من الخارج توطر العلاقة ما بين رئيس الجمهورية او الاتحادية ووزارة الدفاع ومن ثم توقعت ان يحصل عملية اقالة وفي الحقيقة في بعض اللحظات انا اقترحت في لقاء مع بعض القوى السياسية زي ما رئيس الجمهورية كان بيدعو دائما القوى السياسية المختلفة من يستجيب منها ويسألها رأيها فانا اقترحت في الحقيقة ان يحصل تغييرات على مستوى وزارة الدفاع ويبدو دي من اللقاءات المسجلة وكان باكرا انا ممكن لفشهر اربعة تقريبا ومرسي كان حضر طرحتها المرسي اه طبعا تقوله في الحقيقة احنا عايزين هذه الدولة تحتاج عاجلا تسيبك بقى من رؤية الاصلاحية بعيدة المدى عاجلا الى تغيير جوهاري في وزارة العاجل تفتكر التاريخ وزارة الاعلام في شهر اربعة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والتغييرات تبقى في الرأس في القيادات العليا يعني مش الوزير اللي واحده لا مش الوزير اللي واحده لانه انت بتكلم على وزارة خارجية على سبيل مثال بتكلم على وزير منتخب على الرئيس منتخب مدة سنة كاملة شرعية اول مرة مصر تكتسب مفهوم الشرعية الديمقراطية والدستورية واختيارات الشعب وما شابه ومع ذلك لما يحصل انقلاب ما فيش ولا سفير ياخد موقف مخالف غريبة جدا رغم السفراء قاعدين في اوروبا يعني حتى عيب ان انت قاعد في اوروبا تقول اللي حصل في مصر ده من استخدام سلاح واسقط رئيس منتخب دي ثورة مش انقلاب هيتحقوا عليك يعني انت موقع الكلام ده تقوله في بعض جمهوريات الموز لكن تقوله في اوروبا هل سعى الرئيس ان هو يحترق وزارة الدفاع او الداخلية او اي وزارة من الوزارات ده يعرف هي بتدارس زي ومن المرارات الحقيقة اللي كان بيزعجني انه على سبيل المثال خلينا اقول له على وزارة الخارجية انه كان التعينات في وزارة الخارجية تعينات روتينية روتينية فكرة الاخوانة دي فكرة في الحقيقة كانت للتخويف فقط عشان ما يعملش والاخوان خفوا كالشور عشان ما يعينش اي حد من خارج المؤسسات لكن تعينات وزارة الخارجية واللي خلاني اقول الكلام ده كان بسبب تعينات وزارة الخارجية ساعتها تعينات وزارة الخارجية هي من نفس السندوق يعرض عليه الوزير اللي عليه الدورمين فلان وفلان وطبعا ودي بترتبها داخل وزارة ومن ثم لك انت تخيل انه كل ده بيتم في كل الوزارات بتاتي الشكل بينما ثورة جديدة تحتاجوا وزراء يعبرون عن امالها وعن طموحاتها كان الشباب اولى ان يعبروا عن امال وطموحات الدولة المصرية بتاعينهم في السفارات المهمة على العالم انا عايز اقول لك سفارات قنصلية المصرية في دبي وابوزابي يعني في وابع ما جزء هام من ثروة المصرية مهربة هنا بتتكلم على انه هنا في الفريق شفيق اللي كان مرشح الدولة العميقة اللي اتنين دولت كانوا في حملة شفيق تأيب كانوا من الداعين والمؤيدين للشفيق وربما البعض بيقول فيها علاقات قرابة او ما شابه هل تبقوا زي يبقوا في اماكن ازاي ما تعملش تغييرات جوهرية لممثل الدولة المصرية في الخارج بما يتماشى مع تمثيل الثورة وتمثيل الافكار الجديدة وتمثيل النظام الجديد هو ده كل مرتبط بفكرة الإصلاح عن طريق التعامل مع ذات آليات الدولة وذات أجهزة الدولة وهو أمر فاشل لأنه لا يمكن انت تحقق أهداف الثورة بالتصالح مع نظام قديم في 25 فبراير المفروض مرسي كان عامل حوار تلفزيون يتأخر ست ساعات خل المصرين كلهم يدركوا أن مرسي في مأزقين كبير طبعا شوف جزء منه ضعف كفاءات وجزء منه إزاي الدولة العميقة كانت بتعمله مشاكل في أقل حاجة يعني تخيل أنه سيارة البس اللي تروح له هناك أو أجهزة البس اللي موجودة هناك مش ماشية معه مش عارف شفرة إيه ده كلام مضحك جدا المضحك أكثر والمثير للشافقة أكثر والمزعب أكثر أنه لا يترتب على شيء على ذلك فعل يعني اليوم التالي الحقيقة كان لازم مزارة الإعلام يحدث فيها تغيرات جوهرية كان لازم مؤسسة الرئاسة يحصل فيها تغيرات جزرية الناس اقتحموا الأسر الجمهوري وما أقلش عسكري صحيح وزير الدخلي أعد أربعة ساعات ما يردش عليه ما أقلوش ولا حسب في 9 مارس 2013 القضاء حكم بالإفراج عن الضباط المتهمين بمجزرة بورس عيد لكن المصيبة كانت يوم عشرة لما خرج إهاب فاهم المتحدث باسم الرئاسة ودافع عن الداخلية والشرطة مرسي رح باكستان يوم 17 مارس تقتسأل عن مرسي ملقى يوم 18 ثانيومة 2 صحيح وطبعا القضاء لما لقى مرسي كل ما يدي المرسي خطة مرسي يستسلم في 27 مارس وجهوله كمان خطة قوية 2013 حينما قضت دائرة طلبات القضاء بإلغاء قرار الرئيس مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما وإلزام وزارة العدل بإعادة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام وده يؤكد أنه اللي أشرنا إليه قبل كذا أنه جالسة 2 ثمانية صلاح لكثير يقولك مين قالك أن المحكمة الدستورية كانت هتلغي قرارات مرسي في الصادرة في ثمانية والتوعيد المجلس العسكري الأديم أو قضاء أقل بكثير من مستوى المحكمة الدستورية العليا ومحاكم أقل بكثير من مستواها كانت بتفعل أكثر من ذلك وبالتالي كان يجب مواجهة الكلام دوت في الحقيقة بقدر من الحضر ما قامش الرئيس مرسي طبعا بإعلاج مشكلة القضاء دي في أول إبريل تقريبا إحنا بنتكلم عن إبريل مايو يونيو يعني قبل الانقلاب بثلاث شهور كل معاول الهجم كانت شغالة على أشدها الجيش شغال وبيهدد والخطابات مستمرة الشرطة شغالة الإعلام شغال القضاء شغال البلطاجية شغالين جهاز الدولة العميقة شغال الطفاليين والمنتفعين والرئيس والرئاسة في القمة والسودان وأنديل أعلن أنه مستمر إلى أن يشاء الله وعبد المجيد محمود رجع فين الثورة دكتور؟ صحيح الحقيقة أنت لما تشوف أحداث أوكرانيا دي نهاردة أوكرانيا ثورتها فشلت ثم استعادتها أول قرار خدته بعد الاستعادة بعد الدرس القاسي اللي خدته لمدة عشر سنين هو عمل حرص وطني جديد القرار ده متخز النهاردة في الجرائد النهاردة الحقيقة أنه أنا للأسف من الحاجات اللي أزعجتني باكرا من شهر تسعة قدمت مشروع قانون اسم حماية الثورة في عدة حاجات ربما أشرت إليه قبل كده كان من ضمنها إنشاء محامي عام الشعب عشان يحمي الشعب في القضايا الهامة للشعب وتبقى تحت إدارته حرص وطني قوة تنفيذية تحمي تبقى أموالي لهذه الثورة خشية من أصله ده يقال عليه أخوانا يعني عملها بشكل موضوعي يعمل إعلانات في الجرائد للمتقدمين من خريجي كلية الحقوق وخريجي كلية تجارة وغيرهم ويدربوا تلاتة شهر ولا ستة شهر وينضموا لهذه القوة يعني كان يمكن عملها بكل الثورات ما فيه الثورات تنجح دون ما هالثورة عايزة ثوريين يدروها طبعا وإنت قلت أن دول مش ثوريين في 7 أبريل 2013 وزير العدل أحمد مكي في حوار مع برنامج الحياة اليوم فجر قنبلة كبيرة جدا قال إن مرسي يملك صلاحيات على الورق فقط ووزير الداخلية السابق كثيرا ما رفض تنفيذ أوامر مرسي حتى أنه في يوم حصار للتحادية الأمن أخرج مرسي من الباب الخلف وزير العدل في الحكومة يعلن ذلك على التلفزيون الرئيس بلا سلطة ولا حول ولا قوة والوزراء بيسمعوش كلامه عن رأسهم وزير الداخلية هو دي نتيجة يعني حتى قبل ما أعلنها وزير العدل منطقية لكن خلينا أقول وزارة العدل كانت أحد الأسباب في هذا الأمر يعني وزارة العدل هي أحد تروس الدولة القديمة والثورة المضادة وبالتالي كانت عايزة برضو روح ثورية أكثر من ذلك خلينا أقول لك أنه في هذه اللحظة في التاريخ ده شهر 4 أو شهر 5 حزب الوسط تقدم بمقترح لقانون السلطة القضائية صح قانون السلطة القضائية الكبير مش عايزينه قلنا خلاص نكمشه شوي اللي كانت تقدمه الأستاذ عصام سلطان في مجلس الشعب قلنا لا خلينا طالما الكبير ده مش موافق عليه القوى الأخرى اللي موجودة داخل مجلس الشورى نقدم الحد الأدنى المتوافق عليه فقدمنا فيه عملية إعادة لتعيين نائب عام جديد مش عايزة النائب العام دوت ومش عايزة القديم خلاص خلينا نحط آليات جديدة لانتخاب النائب العام حطينا في آليات لانتخاب النائب العام من داخل مؤسسة القضائية بس بشكل أنه يجي موالي للثورة مجيش عدوه للثورة أنه يعين كل أبناء خريج العشر سنوات السابقة بقرار جمهوري إنه وده بقى اللي كان مزعالهم إنه يتم تخفيز سن القضاء أول ما الموضوع ده هو تأثير الدنيا كلها تقلبت بما فيها ووزارة العدل ووزير العدل أستقال وزير العدل أحمد مكة بعد كده وقال إنه طيب أنت عايز تصلح إزاي؟ يعني عندك رئيس جمهورية سلطاته على الورق ماشي كيف يمكن أن تنزل هذه السلطات من الورق إلى الواقع؟ أنت عايز أسنان عايز آليات أشتن وصلت القاهرة يوم 7 إبريل للتوفيق بين الحكم والمعارضة قبل فوات الأوان أحمد البرعي الأمين عام جبهة الإنقاذ اللي كفق بوزارة بعد الانقلاب قال في حوار ناشرة الشرق الأوسط في 8 إبريل الأمل وأصبح ضعيفا للم الشمل في مصر يعني الدنيا كانت مترتبة من بدري 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 ولسه الرئيس مرسي بيسق في السيسي وبيعود معاه وكل حاجة تمام شوف واضح أن التدخلات الأجنبية كانت حجمها كبير جدا في جانب لمسندة الأطراف الأخرى علشان تاخد السلطات للسلطات العالورق دي بقى هي تاخد تكثفت الاتصالات الخارجية وأنا علمت أنه حتى كلينت اسمه أوباما اتصل بالرئيس وعد معاه 40 دقيقة نكلم في شهر 5 آخر شهر 5 ربما أول شهر 6 علشان يقوله الشارع هيهدى وأمريكا ستستخدم نفوزها لتهدئة الأوضاع فيما لو تم تعيين فلاني الفلاني وقل شخصة البردعي على سجل مثل رئيسا للوزراء ويشكل وزارة ويكون فيها فلان وفلان وفلان معلوماتي أن هما الأربع شهور الأخيرة من حكم مرسي الغرب كان بشكل واضح سفراءه مسئوليه طبعا وزراءه بيقوله المرسي عين البردعي تنقذ نظامك بزرعة أنا عايز أقولك أنه أحد الشخصيات العامة في المجتمع المصري قالت لنا وقريبة جدا من البردعي قالت غريب قوي الدكتور البردعي بيقولي المؤسسات معي والجيش معي كلام ده باكرا في شهر 11 في أزمة الاتحادية أزمة الاتحادية قالها داني هما مدرس شخصية البردعي؟ نعم ألم يدرسوا شخصية البردعي؟ الحقيقة أنه يعني فكرة دراسة الشخصيات وميزتها وعيوبها ومكامن ضعفها ومكامن قوتها لا دي حاجة كانت ظهر العيان عسام سلطنة برئيس حزب الوسط وصل به الغضب إلى حده الأعلى هاجم الرئيس مرسي بشدة في 16 إبريل كله كان طفر في الوقت ده الظهر إن أي تأخير أو تردد في تطبيق القانون والدستور لقطع رقاب الأفاعي بيننا هو بمثابة مشاركة لعصابة مبارك وإنه إن لم تتحرك مؤسسة الرئاسة والمؤسسة التشريعية فسوف نتحرك نحن ضدهما صحيح نحن في اللحظة دي في الحقيقة أنت كمان على فكرة وانت صبور وحليم وطيب ما لكش في الخربشة زي حالتنا يوم 16 أربعة أنت كمان يبدو وصلت معاك عملت أنت تدوينة كمان قلت فيها على من يدير الدولة مرسي أن يكون أشد جلدا وأن يغير أدواته ومستشاريه لأن ضعفهم لا يهدد حكمه فقط وإنما يهدد ثورة انتظرناها مئتي عام ولن نفرد فيه صحيح في الفترة دي في الحقيقة احنا عندنا في المكتب السياسي أعملنا اجتماع وحضر معنا حتى من الحرية والعدالة أشخاص أفكر منهم دكتور محمد بلتاجي ونقشنا الموضوع وأوصلنا رسالة واضحة هذه الأوضاع ستؤدي إلى انقلاب وإلى ضيعة ثورة وبالتالي احنا عايزين إجراءات واخترحنا إجراءات إيه إجراءات تشريعية يعني حتى هذا الوقت يا دكتور حتى هذا التاريخ نصف إبريل نصف إبريل 2013 كان هناك مجال لإجهاض الانقلاب طبعا طبعا من مجد نظرنا لأنه أنت لو غيرت أدواتك جبت حكومة مواجهة حكومة تستطيع أنها تنزل للشارع تحارب تشمر عن كمامها وتحارب باسم الثورة وهذه الوزارة تحاول أنها تستعيد بناء الصف في الثورة تاني من شباب الثورة دولة الكبار دول مفهومش آمل نحن كنا نعلم يعني خباياهم كثيرا ما فيش آمل فيهم أنهم لا عايزين ثورة ولا حاجة ثورة يستفيدوا منها لو ما استفدوش تتخرب وتتولع فبالتالي قلنا عايزين حكومة عايزين مجلس الشورى يطلع القوانين التالية واحد اثنين ثلاثة حطينا مجموعة من القوانين مهي القوانين دي القانون السلطة القضائية قوانين تمنع المحكمة الدستورية من التدخل في الوضع الدستوري لحد انتخاب مجلس النواب قوانين تمنع القضاء من نظر مسائل معينة متعلقة بالتحول الدموقراطي زي ما كل الدنيا بتقول هو فيه في الدنيا حاجة اسمها انتخابات ستجرى في تاريخ كذا في مرحلة انتقالية يجي قضاء وقفها فيش كلام ده في العالم وإلا ما كانش فيه تحول دموقراطي حصل في الدنيا لانه التحول دموقراطي ده في النهاية هو اجراءات حتى لو فيه خطأ فيه اجراء صغير لكن التوجه سليم ازاي الخطأ دوت يعيق أمة من أن تتحول من حالة إلى حالة الاهم دوت التغييرات الجوهرية في الحكومة في الحقيقة خصوصا القدر كبير القدر اللي هي نقدر نسميها الوزارات السيادية أو المؤثرة بما في وزارة الإعلام اقترحناها ساعتا وقلنا وعدد من القوانين الأخرى زي قانون الإصلاح الهيكلي للأجور الإصلاح الهيكل الهيكل الإداري للدولة البدء بمجرد إصدار القانون انت هتجمع الشعب المصر حواليك وحيدخل معك معركة لموجهة شبكة الفساد اللي نمت خلال 30 سنة السابقة هتدخل معركة صحيحة وكل حاجة يقول لك مصر دي هتعمل المشكلة ما احنا عارفين هتعمل المشكلة لكن ان انت تبدأ المعركة خير من أن تنتظر حتى تفرض عليك هي دي المشكلة الطرف الآخر يجاهز نفسه وحدد المعادل المناسب ووعدني يهاجمك لا يا سيد ابدأ المعركة انت مبكرا فرصك في النصر ستكون أوفى وقلنا لو ما حصلش كده في خلال فترة كذا احنا هنعلن سحبنا من مجلس الشور وهنعمل المتابع الصحفي هنعلن معارضتنا للمرسي وانه هو كذا وكذا وكذا الحقيقة لم ينفذ الكلام ده وقالوا ممكن يمشي قانون السلطة القضائية نأجل كذا ونعمل كذا وجينا بعد اسبوع التقينة تاني عشان ناخد الإجراءات عدنا تداولنا في الموضوع احنا بقينا محاصرين في الدولة المصرية محاصرين ما بين قوة مترددة في الإصلاح بقوة وبموجهة الرئاسة وقوة خائنة احنا شايفين خيانة تجري في الوطن شايفين إعداد للانقلاب على الثورة واستعادة النظام السابق واللي منش شايف كده يبقى في الحياة مش شايف مش عارف يشوف فبالتالي وزننا الأمور لو خدنا الإجراء ده والطرف الآخر ظل على هذا الأداء المتردد ما احنا بنزيد من ضعفه كده وبندي نقطة للطرف الآخر ما يصدق ما يستنى مؤتمر صحفي يعقل حزب الوسط وربما أحزاب أخنا نحن كنا متواصلين مع آخرين ينسحبوا ويخدوا جهة المعارضة العلنية الواضحة للنظام ده فده يضعفه أكثر فبدأنا قلنا لا خلينا ناخد إجراءات بلاش هذه الإجراءات اللي تزيد من ضعف الطرف اللي بيمثل الشرعية وتزيد من قوة الطرف اللي بيجهز للانقلاب خلينا نوصل الرسائل القاسية بعبارات واضحة وعشان كده بدأنا نطلع في الميديا ونتكلم بقصوة أكثر من زي قبل كان فيه غيركو بتكلم بقصوة من زمانه ما كانش حد بيسمع له صحيح وكان بيوصل الرسائل بشكل مباشر وفيش حد بيسمع له صحيح صحيح نعلم ذلك يعني لكن في كل الأحوال عايز أقولك كمان إن بعض المستشارين اللي عندهم نضوك كانوا هم كمان وصلوا إلى مرحلة يعني قبل الانقلاب بأسبوعين أنا كان عندي حوار يعني أكثر من مستشار للرئيس في الفترة دي بيحاول أفهم المرحلة بعضهم قال لي إحنا وصلنا إلى مرحلة الراجل لم يعود يسمع لنا فهنا فيه علة كبيرة موجودة فيه أزمة كبيرة موجودة صحيح وواحد فيهم قبل أسبوعين قال لي الانقلاب قادم قادم الانقلاب يا سيدي اللي ما كانش شايفه يتبقى مشكلة الانقلاب كان وابح تماما من بدري إحنا حتى تبنينا فكرة أن الجيش المصري لا ينقالب الجيش المصري لا ينقالب عشان نحاول أن نرسل رسالة لضباطنا في القوات المسلحة وكنودنا أنهم إذا حصل هذا الانقلاب لا ينجر وراءه لا يساندونه لكن في النهاية كان فيه يقين أنه القوى المهمين على القوات المسلحة والقيادة العليا لا متجهة في توافق مع الدولة العتيقة عشان تنقالب على الثور أنا عندي سؤال هنا وإنت كنت قريب من مرسي وبتجلس معاه في ذلك الوقت أنت وابو العلا وربما آخرين مرسي ليه ما حاولش دايما يسبق واللخبط الآخرين حتى لو يقول أنه أنا هعمل استفتاء بعد شهرين هعمل انتخابات رئاسية مبكرة بعد ستة شهر بحيث دي تكون نفس يقدر ينظف في الدولة شوية ويقدر يعمل خطوات الحقيقة يوم 25 ستة على سبيل المثال احنا اقترحنا عليه إحداث تغييرات كبيرة لا أنا لسه ما جتش الـ 25 ستة أنا بتكلم لسه احنا الآن في شهر 2 و 3 و 4 وكل يوم السيسي يقول خطاب بمثابة انقلاب لا أنا بتكلم في اللحظة اللي هو حتى الرئيس أدرك فيه أنه في انقلاب وفي تحرك ضده هو الرئيس لسه ما أدركش أنه في انقلاب غير تكلم في المرحلة الأخيرة غير يوم 30 يعني يعني وفقا لمعرفة دب خليني أنا هنا خليني أنا هنا لسه في شهر 4 عشان برضو يفضل المشاهد معايا واحدة وحدة لأني عايز أخذ التفاصيل لأنك فضلت حتى لحوار أشتن بعد كده وعندك تفاصيل كتير من المهم أن يعلمها الناس عن هذه المرحلة بعد الدنيا ما خربت قرر الرئيس يعمل تعديل وزاري وليس تغيير لحكومة أديل برضو صحيح الكلام ده في شهر إبريل صحيح 21 إبريل وزير العدل أحمد ميكي أعلن استقالته احتجاجا على التظاهرات ضد ما نسمىهم شيخ القضاء صحيح الرئيس عمل تغيير وزاري وتعيين محافظين هل صحيح في المرحلة دي الرئيس مرسي طلب منكو أنتو حزب الوسط ومن آخرين أن هما يعودوا للحكومة مرة أخرى صحيح هو يعني أرسلت لنا رسال نحن نضم الحكومة بخمس وزراء خمس وزراء من الوسط فقط من الوسط ما اقترح خمسة مش عالبقها عن الخمسة ولا من ضمنهم الحقيقة إحنا إحنا دائما قررنا جميعا خمس وزراء وشام عنديل هيفضل برضو بالضبط إحنا قلنا هل يعني رئيس الوزارة مستمر إحنا لن ندخل ولا بوزير حتتغير الوزارة ممكن برضو ما ندخلش ولا بوزير بس نخدمها فيش مشكلة بقى أو أنتو حسيتوا أن الوقت فات نساهم فيها لا مش هو هو مجرد ضغط كمان مزيد من الضغط علشان توصل الرسالة أكثر أنه هذا الأداء ما ينفعش يا أخواني هذا الأداء لن ينصر ثورة ولن يحقق أهداف ثورة على العكس بمهد طريق للنظام القديم وبالتالي تداولنا الموضوع على مدر يمين وتأخرنا في الرد وردنا في النهاية إحنا بنعتذر وحتى بعض الجرائد كتبت أن إحنا رفضنا قلنا لا إحنا اعتذرنا مش رفضنا مع بقائنا مؤيدين للشراء إحنا بنعتذر ونتمنى لهم للوزارة النجاح لكن بعد ذلك التقينا بسد رئيس الجمهورية في إطار لقاء مع جبهة الضمير تفتكر التاريخ هو يعني بعد عرض الوزارة دوت بإسبوع مثلا أو عشر تيام يعني نقول في أول شهر مايو صحيح جبهة الضمير خلال لقاء مع جبهة الضمير فأصر الأفر الحقيقة قلنا كلام مزعج جدا للرئيس للرئيس قلت له إيه بقى أزعكتو إزاي وإحنا اتكلمنا على أن الحكومة غير مؤهلة كلام اللي بنقوله بكل مرة بس قلناه بأكثر تفصيلا وأكثر قسوة منها لدرجة أنه سيد الرئيس كلم على أنه بعض بنقول لوزارة الخارجية لا تمثل الثورة مصرية ولا تمثل الدولة المصرية في هذه المرحلة وعلى عكس تمثل النظام القديم تشتغل ضد الثورة وأنا دربت له مثل في بلاد كذا وكذا وكذا وقلت منها بروكسل فلا بروكسل تفيها السفيرة في الفلاندي كويسة وبتاع ومدع فيها للمصادفة كان المهندس حاتم عزام في بروكسل هو مهندس سابو العلماضي والأستاذ عصام سلطان بيزوروا البرلمان الأوروبا والتقوها قالوا له يا فخامة الرئيس ده إحنا يعني لا تكف عن نقدك وعن وعن أنت بتأخون البلد وكذا 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 فده نتيجة أن التعينات بتأتي من ذات الصندوق بغاية آليات الدولة القديمة مش نتجاوز دولة القديمة ونعين بقى من يمثل الثورة من اللي كان حضر معاكو الاجتماع ده مع الرئيس من جبهة الضمير عدد كبير يعني على ما أذكر تفتكر مين كان الأستاذة نيفين مالك كانت موجودة الأستاذ عمر عبدالهادي كان موجود مساعدة وزير مساعدة رئيس الجمهورية كانت موجودة دكتورة بكنام الأستاذ محمد البلتاجي الدكتور محمد البلتاجي كان موجود يعني هذا ما أذكره أعتبر إذا ما كنتش بعض الأسماء مش فاكرها طبعا اللقاء ده برضو كان مسجل صوت وصور فيما يبدو فيما يبدو لأنه كمان عصام في الحقيقة فعل جدا عصام الحدد لا عصام سلطان عصام سلطان نعم وقال يا سيد الرئيس التربية التربية اللي فيها التقوى والتعفف وهذه التربية الدينية والربانية ربما تنفع في مجتمع مختلف إحنا مجتمعنا ضربوا الفساد فترة طويلة الدولة مهيمن عليها فاسدين فعايز الخروج شوية من هذه التربية لقدر من القسوة يعني الخروج هو بيقوله أخرج من عباءة الدعوة والوعظ والتربية داخل بصراحة بهذا المعنى بصراحة إلى عباءة حكم الدولة إنك تبقى حاكم بتحكم ناس فاسدة صحيح هو الشعب في ذاته ليس شعب لا ما بقولش على الشعب بقوله على الفنظومة الشعب اللي بيقف أمام الانقلاب دلوقتي هو اللي هيستعيد هذه الدولة الشعب ده هو كل الشعب ده ضحى ولزال يضحي وللأسف الشديد لم تكن القيادة التي ضحى واخترها كما هي الشواهد تقول على المستوى والله يا الله سبحانه عندك كلام تاني آه طبعا عندك كلام تاني لله في خلقه شؤون كثيرة الثورة دي المرحلة اللي عاشتها في الانقلاب وتعيشها الآن هي مرحلة فرز ما كناش في الحقيقة لا كنا نتمناه لكنه مليء بالميزات تبين أنه ناس قعدوا يقولوا الثورة مئة مرة في اليوم ويتحدثوا باسم الثورة يحاولوا أني أجعلوا من أنفسهم رموز للثورة تبين أنه هم لا هم مش رموز للثورة هم رموز لأنفسهم رموز يعني وابعوا إيديهم في إيدي النظام القديم بلا أي تأنيب للضمير شافوا إخوانهم بيقتلوا ويداسوا في الشوارع دون دماء السلطة لم تأتي بسهولة السلطة جاءت بدماء وبالتالي إدارتها بهذه الطريقة يلقي مسئولية تاريخية ومسئولية أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ أيضا كبيرة على الجميع وإحنا هنا ما بنهجمش أحد إحنا بنقول التاريخ زي ما حصل في 8 مايو 2013 محكمة النقضة برئاسة حمد عبد الله اللي بيحاكم كتير من الإخوان دلوقتي حكمت حكم نهائي ببراءة كل المتهمين في موقع الجمل وفي الجلسة الأخيرة لأنه بيحاكمنا أنا كمان على فكرة أنا متهم الزاير أنا متهم في القضية دي اللي فيها تعذيب تعذيب دي طبعا إلا أنا معرف إشغل عمر اسمعت عن القصة يعني قضية ملفقة من أولها لأخيرها محكمة يعرف فكرة الدكتور البلتاجي وقف في الجلسة هذه الأخيرة وصرد له أحداث وقعة الجمل والجرائم وهو كل شيء يقول له دي مش موضوعنا فكان بينبهه بيقول له أنت قاضي فاسد حكمته حكما على المجرمين الذين قتلوا هؤلاء الناس يعني بيذكروا بالموضوع هو اللي برقهم في موقعات الجمل يحاكم الناس الآن رئيس مرسي زار البرازيل ومن البرازيل أدل بتصريحات فعلا تدفع الغرب إلى أن يقلق منه وإلى أن يعادي قال مصر ستنتج ستنتج لسه ستنتج غذاءها ولسه ستصنع دواءها ولسه ستصنع سلاحها طيب لما نعمل فمثل هذه التصريحات أيضا وتأثيرها على الخطاب الدولي الحقيقة الكلام بتاع دكتور موسي ده أنا أعدت هم ألف يوم الثورة تقريبا لحد فالألف يوم أعدت عليهم وما حدش يقول لي ده شغلي بعمله أعدت على الألف يوم وطلعت الحاجات اللي فيها صحيح خلينا أقولك يعني هو ده ضمن صياق على سبيل مثال دكتور موسي يذكر أنه ما كملش لقاءه مع أوباما على هامش الأمم المتحدة ما عملش اللقاء عشان الخلاف على صياغة البيان المشترك اللي هيطلع وإنه هيبقى فيه كلمة إسرائيل على سبيل المثال فهو حاول أن يتجنبها فلما كانت مفروضة رفض أن يكمل اللقاء موقفه من غزة هذا الموقف الأخير إشارة أنه مصر ستعمل على اكتفاء الزاتي في هذه المسائل الحقيقة من غير ما دكتور موسي يقول الكلام دوات الغرب الغرب ذكي ما هوش يعني لا نتحدث نتحدث عن أمم خبرتها في الحياة حوالي ربطة 300 سنة ما إحنا قلنا قبل كده أن السياسي مش مطلوب منه يتكلم في حاجة مش مطلوب منه صحيح أنا معاك في دي ولازم بيوزن كلامه بجهة أنا لو كنت في مكان رئيس موسي لن أتكلم ربما أفعل ولا أتكلم لكن أنا عايز أقول برضو أنه في السياق ذاته الأمر مختلف أنه حتى مجرد ما نجح الدكتور موسي أنا قلت لك أنه مصر تشالت من خانة الأصدقاء إلى خانة اللسة من أهل الأعراف ربما مش عارفين يحطوها فيه إحنا بنتكلم عن أسلوب حكم الآن فابنا نتناول كل حاجة فيه صحيح وبنقول الحاجة دي بتتوافق مع أسلوب إدارة الدول ولا لا مع الرؤساء بيعملوه ولا لا مع الناس المدربين في إدارة الدول بتعملوه ولا لا الانقلاب في مصر لو كان تم في شهر 11 على ما كان مخططاً له أو 12-2012 كان بردو سيجد دعماً غربياً إنه الانقلاب لو تم يوم 11 فبراير 2011 يعني ليلة استقالة ليلة تنحي مبارك بردو كان هيجد دعماً غربياً لأنه الغرب لا يدعم الديمقراطية في مصر سواء بقى أمسكها إسلاميين ولا غير إسلاميين الغرب لا يدعم إلا نظاماً ديكتاتورياً ذو وجه ديمقراطي ناحية الشكلية كده اسمه ديمقراطي لكن جوهره ديكتاتوري عشان يعرف يتعامل معك في منتصف مايو 2013 وقع حادث غريب جداً اختطاف سبعة جنود في سيناء وكل أحداث سيناء غامضة ومشبه إلاها رسم الله أبدأ معك الحلقة القديمة من هذا الحادث وصولاً إلى تفاصيل الانقلاب شكراً جزيلاً لك كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل شهادة الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القناة خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي على تفاصيل المؤامرة على الثورة المصرية في الختم أن كلكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة